اهلا السلام عليكم غزالة ديالي صباح الخير كيف صبحتوي ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال باخر والاخر مع فيديو جديد واخيرا روتين اختي روتين روتين البنات انا عارفكم طول كم فرصكم الفلوغ ولكن ما عندي ما ندير كم تشارك معكم اليوميات ديالي بما انني لحد تخرجت فاكيد صورت لكم ذاك شى اللي قدرتوا فتاك النار ممكن ليش هذا اه نخرج ونمشي الاشغالاتي وفي نفس الوقت غادي ندير روتين نرى ممكن شراء اليوتيوب كددي بزاف بزاف ديالوقت صور بزاف دلوقت مونتاج بزاف دلوقت ارى اه اصلا ذاك النار كان عندي فيه بزاف ميدا رأي انشاركت معكم غير في حاجات وصافة ولكن بما ان اليوم صبحت في الدار وركم عارفين اتنين فاكيد كيكونوا الدرالي في المدراسة وكنكن بوحدتي مهم عنديش اللا ديالوقت ميدر وعنديش اللا ديالحويج ميدرهم في الدار فاكيد تخلت الكوزيناختي كوزيناختي ضروري ترصة وخصة تصوب وحد انا راني صوبتها غير واحد شوية مهم نقيتها واحد شوية وصاف اما نغمال ما كان خاصني نوصل حتى ذاك شي اللي الفوق من البلاكارات الفوق الفوق كان خاصني تهوا كله نزوله ذاك شي كله عندي تمام جديد وبما انه جديد ما بغيتش نقبطه ونهبطه نخبعه قلت حتى نخوي ذاك شي كامل اللي ما عندي من دير بيهم ما قيلت اللي ما عندي من دير بيهم وذاك شي بغيت نزولهم وانا احن لهم حق الله على اللي ملايش مختارة كما بغيتنا له شي كسرونة وش مقيلة وش حاجة وكما نقول ايو هذه رها تصلح للقليان ديل الفريت ايو هنا تصلح للقليان ديل البطاطا اه ديل الفلفلة ايو هذه رها تصلح للقليان ديل هادي ديل هادي وكا يبقى عندي ذاك شي القديم علاش أتقولولي علاش من الاحسسن نديري شي حاجة جديدة واذا واذا لأنه عاوطة اني هذاك الجديد فقط قليفة يبتكي تكرفس وغيرجع وتاني باري واذاك الشي ليش كيبقوا فيها كنقول لهم ما ذاك شي جديد خلي غير الحاجة ديال تشحيرها ديال مهم راكم عارفين بزاف الحويج ما ندرو فيهم ولكن ذاك شي ديال القليان فغير من ديال الزيت والتشيعة ديال العافية وهذا كنقول من الاحسن ذاك الشي يخليه يكون مقلق ووجه وجه داك الشي مهم المهم الغزالة ديالي كيفما قلت لكم واخيرا روتين فاكيد ما تساونيش من لايكاتكم شبعوني اختي لايكات 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 في هذا الفيديو هكك شكرا بساف 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 المهم الغزالة ديالي اغتي نهضر لكم في واحد الموضوع بما انني انا كندير معكم روتين ديال كوزينة المهم تنضيف هكذا كندوزو الحاجة ونجمعو الحاجة ونقدو الحاجة باشتبن شوية بعد او ما شوية شنقيقية المهم الغزالة ديالي جاني واحد صليق ديال واحد السيدة تقول لي بغات الرأي ديالي وديالكم البنات وعافكم خليوا لها رأي ديالكم بعد ما تسمعوا شنو بغات تقول لكم المهم هات سيدة تقول بانه هي تزوجات بواحد السيد رأي هدي سنوات ويمزوجها بيه مش عادو ولا شي حاجة تزوجات بواحد السيد ولكن هات سيد باخيل 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 وانا دم سنانين الراجل يكون باخيل رأي ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش المهم تزوجات بواحد السيد مكانش نوما مقبل مزوج مكانش هكار رغم انا متعرفتش عليه بزاف ديال الوقت ولكن يعني غير ذاك اللي خرجات اللي خرجات معها قبل من الزوج مكانش كيبلها هكا من بعد فاش تزوجات بيه بلها وجهة اخر ديالالالا اللي عندو البخل في الدم دونك كتقول بانه هو نغمال مو بخيل معاية وفضارها ولكن كريم مع الناس ومع امو مع اخوتو ومع صحابو سيغطو اللي كيخرش معاهم كيقصر معاهم اه شاعد نقول لك ما كيبغي يخلص لاما لادو ما كيبغي يقري اولادو ما كيبغي يصرف نفقه ديال الدار يعني الماكلة ودكشي ما كيبغي يدير تاشي حاجة مخليها هي تدبر لمحينها وزعمه وشنو كيدير بالفلوس انا قلت لكم يعني مع واحد اخر ماشي ماشي بخيل ولكن كيوفر الفلوس يعني فغي مو كيجمع الفلوس وكيحددهم كيجمع الفلوس وكيحددهم وهي فلوسها كتمشي دونك اغزمون هاد السيدة بعدها خدامة مقاساش في الدار حيث كنت اصلا كنتمنى انها تقولها اغزمون حيث انا خلتي يعني غير رباساج ماشي خدرت معها ولا شي حاجة يعني اكتبات رغم انها هي خدامة وموظفة الحمد لله انا اختي بعدها تنقول لك الحمد لله اللي عندك الوظيفة ديالك اولا عندك خدمتك المهم منين كتصورة واحد طريف ديال الخبز لان هادي شي حاجة اللي هي مهمة ولكن هي بقى كيبقى فيها الحال قتلك علاش ما يصرفش على ولداته ما يقريهم مش ما ينفقش عليهم حتى من مسألة ديال الحوائج ولو حتى من العيد الصغير العيد الصغير والعيد الكبير ما كيتكلف بتي شي حاجة لا ليلا ولا ولداته يعني هو بالعكس قتلك يعيش على النعيم دياله دونك اختي انا شنو غادي نقول لك اول حاجة مكتب انك تزوجي بها تسيد لانا نتزوجين في السماء هذي اول حاجة تاني حاجة حيط انا ما يمكن ليش ما كانش عندي كندير باش نتواصل معاك ونهضر معاك ونسول كنعرف بزر الحويج منك تاني حاجة اللي غادي نقول لك هو انك كنتمنى انك تستعملي معاه حلوة للسان ديري داك المثلة ديال الحلاحة غالبات السحارة كنتمنى انك تكوني هكذا معاه لانا ما يمكنش الرجل ضروري عنده واحد نقطة ضعف اللي غادي يخليه انه يضعف قدامك ويدير لك خاطرك راها انبوسيبل اخسك تلقي له شنو هي هاد نقطة ضعف دياله اكيد راها غادي غادي تبدليه الى كنت انتنا ديجا استعملتي معاه هاد القضية هدي وما انفعت لك فحتاجي حاجة النصحة اللي غادي نقدر انني نعطيك هو انك يعني استعملتي معاه جميع 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 الحلول وما بغاش يعني بقى كيف ما هو وبقى باخيل 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 من جيتك انتنا وليدات قدارك وانتنا ما كتوفره هدى شي حاجة الفلوس اللي كتشدها كتمشي لك كاملة اختي انا اللي غادي نقول لك هو انك ما تصرفيش كتر من طاقة ديالك لان الراجل هو اللي مسؤول على الرعية دياله صافي هو اللي مسؤول على البيت دياله ولي مسؤول على الزوجة دياله وخا تكوني تينا خدامه هو اللي مسؤول عليك إلا بغيت انتنا تعاوني تعاوني بالريضات ديالك صافي شي حاجة واحد اخرى اراه لا اراه ولي بسف عليه خسورة هي لمشي تتفارقتي معاه اللي يصر إلا مشي تتفارقتي معاه هو اللي غادي ولي يصرف عليكم بسزع ليه بغاو اللكرة ادي ولي يحطهم كل اشهر السكان والحضانة والنفاقة والاعياد وبالزفد الدخول المدرسي هذا الشي كله الحمد لله كان في القانون ديالنا الغي هو والله يصر دائما احنا كنخلي وهذاك الطريقة ببحديتها هي التالية ولكن ضروري كنشوفوا الحلول إيجابية اللي نقدروه أننا نعيشوا متفاهمين مع بعضياتنا ونكبروا ليداتنا مع بعضياتنا دونك أختي اللي غادي نقول لك هو أنك ماشي انتنا هي أب الأسرة ماشي انتنا هي المسؤولة على دارك ومسؤولة على باش تنفقي على دارك وبالصف عليك لا هو اللي بالصف علي خاصه يهذا ما بغاش حاولي أنك تهدري معا شي حد اللي يهدر معاه ومثلا شي حد يكونوا وكيحش منه كيحتار مو مثلا الأم ديالو أو للأب ديالو إلا كانوا معاك بيوصيهم زيانين وعرفتهم حقانين وياخدوا لك الحق وكيخافهم الله ما كانش ممكن أنك تدخلي شي حد من عائلتك هاد شي في حالة ما إلا كنت يتنا عيتي يعني صافي عيتي ما تديري وصلتي إلى واحد النقطة اللي ما بقى لك حتى شي حل ما بغاش يتبدل من غير هاد شي كامل حاولتي تديري جميع الحلوس ومهم وخانا صراحة كان قول دائما المشاكل الخصوم يتحلو ما بين الزوج والزوجة وما خصوم يخرجو حيث منين كيخرجو كيكبر المشكل حيث ما شي دائما غا تلقي اللي غا ياخد لك حقك ولا غا تطاحف اللي غا ياخد لك حقك ولا احتوي إلا كان مثلا مضلوب يقدر يطاحف شحد اللي ما ياخد لش حقه وغا يكبر المشكل وغا ينخرجو في واحد الحل اللي هو لم يزيل لك ولا ليلو وبالأخص للوليدات مهم ديري اللي عليك بعد انتنا اول حاجة ومن بعد الى ما هذا شختي ستوبي ما تخلصيش بساف الحواج ما شي بسيف عليك تخلصيهم اتقول لي لي ولداتك ولداتك صرفي عليهم اختي اصلا انت انا كتخدمي اغي علم ثبته ولداتك وخبهم يكون ما نعرف شنو راح نحنا ما كنخدموه علم ثبته ولداتنا كنبغيو نحسنو من وضعية دياننا نستقلو براسنا نكونو مستقل الماديان وفلوسنا في جيبنا ولي بغينا هلقاوها وهادي وهادي ولكن ارى من اجل حتى الوليدات دياننا ارى ما اخترتك تبتخرجي بشتشري راسك شي حاجة قسطقي شريها لولادك كتتشعي شي حاجة لولادك قدخلي راسك بلاش كذلك كل منزل ديانا كنخرج ونشري وشي حاجة راسنا كنشوف شي حاجة الدار كنشريوها وكخليه راسنا بلاش مهم يعني انتنا الى كان ولداتك اختي صرفي عليهم ما تبخليش عليهم ولاوب ما عرف شنو بالعكس أعطيهم ذك شي اللي غيحتاجوا قريتهم لكوغ ديالهم حويجاتهم مهم ولداتك شبعيهم أختي شبعيهم الماكلة إذا كان مكيصرفش أخطيع الماكلة أنا نوكل ولادي ولكن نوكلهم على قدر المستطاع ديالك ونجيب ذك شي اللي غيأكله ولداتي وغنأكله أنا هو ما تسوقيلوش ديالي ذك الشي اللي غاديك فيك مشي ما الطيبي لوش طيبي ولكن غادي الطيبي ذك شي اللي غايك فيكو منتما فقط صافي بشي اللي بقى مازال فيه الجوع يخرجي يصرف من عمرش الدار كيك نقوله حنايا بالمواد الغذائية وبذك شي لا ما نديرش أنا قاعد سطوك عندي في الدار بشي النهار حتى هو اللي يبقى فيه الجوع وينوضي يقلب على ميدير ما يلقى والو أيضطر أنه يخرجي يمشي يشري وغادي يتعلم أنه يدخل الدار بصيف عليها النفقة الموضو ماشي بصيف عليك أختي تخلصيهم لأنه راه هو اللي ساكن في هديك الدار وهو اللي يمسؤول عليكم مو يمشان كلك أختي راه نغمان مو راه الراجل هو اللي يكون نكلف بهذا الشي ماشي المرة إلا كنت أنا غادي نزوج بواحد بش غادي نصرف عليها ونصرف على داره ونصرف على أولاده ليه محتوى مولادي وباش هو يجمع ونهار نقول له يعطيني ما يعطينيش أه فكرتوني حيث واحد النهار ومرضات ومرضات وملقات عندها حتى شي ريال وفاش قلت له أعطيني يعني بغت ما عرفوش طبيب ولا دوا ولا ما نعرف مهم مرضات محتاجت قالها ما عندي شوهي عارفة بأنه كيحدد وكيجمع لأنه شايفة بعينيها هذا هو السبب اللي خلاها أنها أصلا تهضر هذا السيجة كامل أنا أختي اللي غادي نقول لك هو أنك تنتينه حولي أنك تجمع مريد وحولي أنك تتجمع مريد وحولي أنك تتخذ تائمًا كل شهر بالعكس ديري واحد واحد البريه إلا كنتي تحطي فلوس الدار وديري فيها هذه ديال دوا وخاء وقياص الخير حتى شي حد من مرض فينا ولكن كل شهر زولي هذه ديال دوا هذه ديال طبيب راحت سياطات وما تقسيهمش وخايف وتشهر خليها عود زيدي عليها هذه ديال الدوا هذه ديال طبيب زيدي عليها عود شهر لمورة يوم جمعين ايش هنقول لك انا مو يمشتي اي الموضوع ديال البخل ما كان حملوش اقسم بالله ما كان حملو حيث انا ما بخيلش وما كان بغيش حتى انا شي حدي يكون بخيل معايا سواء صحابي ولا عائلتي ولا راجلي ولا والحمد لله ما عنديش الحمد لله ما عنديش هاد المشكل اللهم لك الحمد وما طحتش فهذا المشكل اللهم لك الحمد ولكن رامو ما كان بغيش حلي انا فيت شايفة حد شي حاجة كيبحالها هكدا ولا اله الاو صافي نفس 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 قريب الموضوع نفسه فيت شايفة من بعيد عشته ولكن شايفة من بعيد ماشي انا الحمد لله شي حد اخر وكان كيبقى فيها الحل بزاف 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 من واحد ناحية المهمة البنات شا نقول لكم خليولها اختي رأيي ديالكم حيت فغيمو انا مني كان وصل لها راها فغيمو كانت عصبدة بغيالي لاختي كان للكم وانتجرني مباردة حيت منعسى بناتي وكل شي باش ما يسمعونيش والله العظيم انا اللي غادي نقول لك هو انك يجمعي فلوسك صرخي على ولادك وكليهم شربيهم لبسيهم خرجيهم ولكن انتينا ما تديريش شي حاجة كتر من الاستطاعة ديالك لانا را منيك تديري دكش راك بوجهو رغمك يقولوش الناس اللي كيشوفوك من برا رغمك يقولوش راها فلوسها وكتقاتل وكتدير لا كيقولوا ولابسها خارجة مع التراولاتها لابسين قارين هادي هادي سعداتها من مزوجة فهمتي؟ هو بوجهك وانتنا بوجهوها درامات المغربي عندنا را كذلك الرجيم يخرجون بهدلك يقولوه مزوج بواحد المعفونة واحد دايرة واحد فهمتي؟ قتيلي بغيت نقول لك يعني را واحد بوجه واحد مهم ديري اختيت انتنا تحت منك الفلوس خبعي الفلوس ان انه لا تطحف واحد الموقف ما غادي اعقل عليك حتى شي حد غادي تلقاي غير فلوس كذي تحت منك؟ انا نقول لك احنا يا افغيمو كان غلطوا العيالات وحنا عيالات ما عندناش قليل فاش تسمعي شي مراراها بخيلة ما كتسمعيهاش احنا العيالات كي عجبنا الشوبيين كي عجبنا تلوف ديور نار غير ميكا دير طب الله كان بدلوها ايلا خرجتي وبانتلك تشريها يعني احنا يمعن نش حمد ولا هاد المشكيل اللهم ملك الحمد اشان قولك لا اله الله محمد رسول الله تلفت على الله هدرا وحق الله يلا تلفت مهم والله يلت يلبس صحصة فيما لا هدرا مشات لي تلفت لي تلفت لي في مرة بناس عفكم خليوا لا تعليقاتكم لأن لا تفعل شيء نفعها خليوا لها تتعليقات ديالكم قلوا لها شنو خاصها تدير شنو ما خاصها تدير لأن أنا ما فكرتش نجي كان هدرا معكم ها كانيشا كان هدرا معكم وكان جاوبها ها كانيشا يعني ما فكرتش في الموضوع كيفاش غادي نقدو وش من نصائح إحليه غادي نقدر أنني نعطيها لها وبسبب الحاجات حيث في غير مهاض نار طبعا كانت عندي فغاية منتمرة ديال بالصح في الدار ومع الدراري وفي سونتر عاو تاني مو يمشي لا حاجات ويلا عاو تاني عشيتهم وذاك شي وقديت وجمعته هذا وصفتهم عاو تاني نعسوه نعس باش عاد قدرت أنني نديلكم مونتج على خاطري باش ما يجيكم مش سطعف الفيديو وذاك الشي وذي جاح القرى بقي بقي مش دود بقي عيان الموهيم أختي أنا ناصحة الوحيدة اللي غادي نقدر نقول لك هو أنك ذي شي حياتك ما تكونيش بخيلة على وليداتك وكليهم وشربهم وقريهم ماشي مشكيل را نقول لك احنا كنضربوطها مره غاية لمسبتوا وليداتنا ولكن ما تدريش شي حاجة كتر من الجهة ديالك ما تدريش الدور ديال الراجل وديال المرأة بجوج ما تدريهمش وكيف ما قلت لكم احنا يا كاملين راحنا بنات الناس وكان عاونوا رجالتنا ونعطيهم الدم ديالنا ونعطيهم أي حاجة ولكن إلا كان هو والبن الناس بيانسور هاتشي اللي بغيت نقول لكم ترجمة نانسي قنقر وانتصار وانتصار لكم وانتصار من ألوان وانتصار وانتصار قنقر غزيلة الدنيالية اشتركوا في القزينة و جمعتها و قديتها المهم صراحة البنات تشعروا بشكل جيد جدا 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 و رأيكم عارفين ما يكون الرجال بحديثه في الطرفة اكيد ما كان عارفتي شنو عارفتي غير بوطة عارفتي كيف القيطرة ما نقول لكمش يا البنات المهم حالته ذاك الشي و خاصة صراحة يجمعوا و يغسلوا مناعانه ولكن ارى عارفتي ما يمكنش خدمة ديال الرجال اكيد ماشي كيف حال ديال العيالات المهم ده بغي قدد واحد شوية مهم عاود من بعد نقدد واحد شوية من بعد تنقد كل شيء كل الإعلامة غادي تجي تساليقة هتلقي عاو سين الدنيا ترونا هتلك المهم معلنا ما نديرو هذا هو الضور ديالنا اختيف الحياة منها منظفات من طيابات من معلمات من ممرضات المهم فينا كل شيء معدنا ما نديروح نخلقي نختي عيالات المهم غزالات ديالي ضروري من نظافة انا ممكن انا ممكن لكي نوجد لهم البنت الغذيوه و كيف ما عارفين مع السادو دك شيء صراحة نريد باني باش ممكن ممكن بغيش هكذا عادي ندير دك الكوكوتو دك شيء و لو كيتعكسو لي كيتعكسو صافي هي هادي كدرت لهم البنت هالطريقة هادو اللي كنتو دايجا شفتوها معايا فرنسا هالطريقة دي ينصل يالله يرحم لها الوليدين عليها صراحة لوسي تحيالي لها مننا صراحة كيجيوا بنانين البنت غيجربوهم على ضاماناتي كيجيوا بنانين وساهلين و كيوجدوا ضغية ضغية و ما كينش عدك عجن و خمر و قادد و قطعو هادا المهم دي يال الزربة ولكن يريدون كيجيبنينة كناخد البنات الخبيس ديال تاكوس كنحط هكا اللولة كندير عليها الفروماج غابي و فروماج هكا ديال صندويتشات باش كي يلسقو بغتي تدري تتلاسة ديال طبقات ممكن و صافي كنحطعو تانين فوقانية كندهنها بلاسوس ديال البيتزا و كندير شوية ديال طون هكذا كنفرتو و درت شوية ديال سوري ماء و تاني حطيت قطعتو هكا دورات و حطيتو و درت الفروماج انا عندي ربعة ديال انوار يكن شاركو معاكم ليكن اخطوه من مرجال و درت عو تاني هكا شوية ديال زيتونك حل و شوية ديال الزعتر من الفوق طغيتو تديروا واحد لخوية ديال زيت البلدية ديروها حد دخلوهم لفران هادوك دخلتوهم لبنات الفران كيف ما كتشوفوا خص الفران ديجا يكون سخون لان افغامو يلا كي اغير واحد شوية و كيخرجوا يعني ماشي كيبقوا مدة طويلة صافي عو تاني باش نصوب عو تاني اربعة واحدة اخرين لان هادو الخبز ديالتا كو سراغي صغير ماشي كبير بززاف خديت عو تاني كيف ما قدلكم درت هكا اللولا درت عو تاني فروماج غابي و فروماج سانتويتش درت عو تاني التانية و درت عو تاني كيف ما قدلكم لصوص ديال بيتزا مهم كنير بحلاج الشكل هادا كيف ما كاتشوفو و من بعدها البنات خديت هادا الكاشير و خاص صراحة هادا الكاشير فاش خديتو راني خديته ماشيتوش مهم هو صراحة بنين و لكن ماشيتوش بانه حار حيت فغامو حتى ربيتو و دقتو و نلقيتو شوية حار درت منو غير شوية ما كترش بساف وهنا يا البنات كيف ما كاتشوفو مهم الى كان عندكم مهم شاق تخيوصة في جميع انواع المهم اللي كيعجبكم متوما ممكن انكم تديروه هاكا قسمتو حقيتو من الفوق و اخديت كي قوت لكم هادا الكاشير و احتهو حكيتو و قديتو مهم حد تقتوه في هادلوقيتها هادي دقتو و قيتو حار و مبغيتش نكتر بززاف درت غير شوية و أصلا مجيش صراحة باين و ككون تكترت بساف غادي جيباين صاف يدرت عوداني هاكا شوية ديال الفروماج مهم باكية راه درتلي هادا الربعة هادا التمنية كاملين يعني فغامو اه و خاصة راح اكزبان هاكا صغيرة ولكن راه مزيانة صاف يدرت عوداني هاكا شوية ديال زيتون بغيتو تديروه و عوداني درت شوية ديال زيتون كيف ما كتشوفو و كندخلو من الفران و صافي هنا يا البناس غادي ندوز باش نصوب بحال انقلكم واحد غبيزة صغيرة ديال تورتي ياس بحالها هكذاك وهم غادي ناخدها نسو ما غير بطاطة واحدة و خيزوية واحدة و بصيلة واحدة طافي هادشي اللي غادي نستعمل انا البنات بالنسبة اللي بطاطة راها خضرة اقبطتها و غسلتها و نقيتها كيف ما كتشوفو و حكيتها ياك غادي ناخد عودان يخيزو حتى هو نفس شكل غير غسلتو و زولتو هذا ديالو القشرة ديالو انا ما كنوصلش حتى الفوق للراس ديال خيزو ما كنوصلش حتى التمحي كنوصلش حتى كنوصلش حتى كنوصلش حتى الراس اللي اصلاً عنزوله فلورة غاللوحو مهم باش يبقالي فين نشد صافي و بالنسبة اللي بنات تلخيزو حتى و حكيتو كيف ما كتشوفو و بالنسبة البصيلة غادي نحاول اني نقطعها شرائح رقيقا كيف ما غادي تشوفو بحال هكذا لان كل هم بغيتهم يجيوني احكاك على شكل طولي غير انا اللي بنات صراح ما غاديش نخدم في البلاسة بيهم غادي نخليهم تقريبا واحد لخمسة ديال دقايق غادي ندوز نخلط علاش لان لاحور البطاطا غادي تلقلي انشاة ديالها فهمتو صافي غادي نخليهم نخلطهم غادي نخليهم يتلقلي ما ديالو داكشي و من بعد هكذا غادي نصفيه وما حادي نخلط اكيد كل شه مع بعضيات احياني غادي تشوفوا معي المقادير اللي غادي نديرهم صافي هنا ياهانا رجعته هادي ندرو شويه ديال الملحة وغادي ندرو كذلك شويه ديال اللي بصار غادي ندرو معي القا كبيرا ديال الميزانة اول الفرس اللي بغيت ونا درت هنا صراحة الميزانة هادي تدروشوش ديال البيضاط ايكونو كافي نكون مديروش بثف لأنه شا نقول لكم يلا يلا يتجمعوا لكم واحد شوية ما محتاجينش حنال بيضة بزاب باش منيك الطيب وهم ما كيجوش مجموعين بزاب كيجو بحالة مشعكين هنا يا لابنس غادي نزيدوا واحد شوية ديرتوم القصابي إلا كان عندكم يعني لا سيبولات إلا كان عندكم يابس ديروه أنا هنا عندي يابس كان عندكم طريق ديروه مهم أنا الصراحة كنا نأخذ هذا الشيئ بسعادة شيئ إنه اللي كي كيبقى لمدة طويلة دكنار كنت خديتها طريا وما دوزتليش بالسفت كنت طيح دوزتلي تقريبا نغيش السيمانة وأنا ما كنتش كنستعملها يعني هكا كف بالسفت يلا وصفت المهم الغزالات ديالي هنا كيفما كتشوفوا من بعد كنخلط كوشي مع بعضياته وكان دوز هكذا باش كنقليهم طوفينا هي كنبقى كنقلي كنحط معلقة كبيرة ولا جوج معلقة كنقليهم في زويتها رومية وشو اسميته علامة كي طابوا لي من الجيهة من التحت وكانوا لي نعود ثاني من قلبهم او ثاني كي نخليهم يتحمروا واحد شوي او ثاني كنزولهم صافي يجيوا البناس بنانين ممكن أنكم تديدوا الخضراء إلا بغيتهم مثلا ممكن أنكم تديدوا البطاطا وخيزوا القرعة الخضراء مهم على حسب ذلك الشيء اللي يتوفر عندكم انا درت هاته ودابا يا لله غادي ندوزوا باش نصوبوا شلاطة بنسبة شلاطة ديجا اخذت هذا الروز اللي سلقته مع شوية الملحة ومع القادز بيضة وعندي تمال خيار اللي حتى هو غسلته وقطعته من بعد ما زولته وقشرة دياله عندي البطاطا اللي ديجا تهيي سلقتها مقطعة مكعبات وعندي طوماتسوريز اللي حتى هي مغاسلها ومقطعها أكيد على جوج عندي يالله الماييس وحندي الجلبانة اللي كتكون ديجا مسلوقة وكذلك الطون غي هاد الطون صراحة راقلبت عليه هاد المرات التالية فاش بشيت الموجهة ملقيتوش ستار ملقيتوش عيب نقلب عليه ملقيتوش بنت إلا شايفينو في شي بلاسة قولوه هالي اللي نفغامو مبنين وكي جيوا عرف في شلاطة سافي كنديرو شوية الملحة وشوية ديال البصار وكنديرو شوية ديال هذا الماييونيز ممكن أنكم ديرو السلسة وشوية ديال وشوية ديال الخل كتخلطوش مع بضياتو وعاد كتديروهم ملفوق وكتخلطو ممكين ديرو بحلكة نصارا حدر سبحة هكا وصافي ومنسوش بانسو شوية ديال الزيت ناباتية إلا كنتوا هاد يديرو الطون وكا عندكم طون في الزيت ديروا الطون ديال زيت متكتروش بزاف وصافي صافي كنحاول انا ننخلط كوشي مع بعضياتهم زيان كنشوفو رها يعني جهو هادا كاعد كنحب وهذه هي البنات الغديوة ديالي وبصحتكم وراحتكم حتى انتم الغديوة ديالكم وقولي ليش نطيبسو اليوم باش اننا انا نقل منكم لموي مغزلات ديالي اصحال الله بفرصكم حتى انتلقوا ان شاء الله فيديو جاي لك تبوله وما تنسونيش اكيد من لايكاتكم وعافكم ما تنسوش تخليولي تعليقات المتتبعات ديالنا باش تعرف شنو تدير وتستفد من تعليقات ديالكم يلا غزلات ديالي نهاركم بروك اولا تبحو الاخير حتى انتلقوا ان شاء الله فيديو جاي لك تبوله بسماء لكم اشتركوا فيديو جاي لكم اشتركوا في القناة